الوزير هنالتعليم الالي والبهس والابتكار تومي اردمي سوى نقطة صحفية اليوم الخميس يوم 28 سبتمبر في مكتب حقه وده ليه عشان يؤلن رسميا الانطلاق هنالدخول السنة الدراسية وفي النقطة الصحفية ديه الوزير هجه بكون سنة الدراسية ام 2023 ام 2024 خلاص تبدأ يوم 2 اكتوبر في كل الكليات هنالجامعات وده ليه عشان يدورو يرجوه للقالندرية السابتة الانده تقريبا اشر سنة لبرجال هنالدراسة وطلب من اللاكادر هنالتعليم خليه يسيروها اجيل لسنة الدراسية وما يحصل اي برجال لان السنوات البيضاء الكان يوضوها ساكب بدون قريدة بيتضر الشباب وخاصة في الاقتصاد المجمع هنال مستشفى الام والطفل الجامعي فتو فوق واحدة قرفة هنالامليات للاطفال كان فتوها اليوم يوم 28 سبتمبر وده بمساعدة من المنظمة الغرهكومية كان للا دكتورة نيكول بوبا مدير هنالبرنامج بتقول القرفة هنالامليات دي سريعة في الامالية الجراهية ولي كل الاطفال بكونوا عندما الحق الاساسي وخاصة في الهالات الاجتماعية او الاقتصادية في الاوقات الاخيرة مادام سارلا سامونجو تاتو كان لغا الترقية هنالردبة اي جراد هنالليتنا كولونيل في المرسوم الكان موضو فوقه يوم 26 سبتمبر 2023 وهي الاول مره جادية التاخد بالغروب ما هنالأكل ميليتر اي المجموعة هنالمدارس الاسكرية المشتركة جميع وده بس خلا سورة هقه يخطوه في البلاس دي لاناسيون هنالنجنينه الخدمات هنالموتمر الافريقي الثاني هنالبهجي في ناجيسين هنالخطورات الصهية البيجه من يوم 27 الى يوم 29 سبتمبر في ماراكيش ده في ماروك الموتمر ده بيجه تيهد رعاية الملك محمد السادس الكان نظمه من قبل وزارة الصحة وترقية الاجتماع ووزارة هنالزراء والهواتان ده اللي التنمية هنالريف والألمي هنالقابات بالتعاون مع افريكان جلوبال الكنفرانس اي الموتمر ده كان خطوه تحت الموضوع البيئة والألمي والأمن الغزاي دولة تهديات الكبارة الثلاثة للإنسان وفي الكنفرانس ده لمه مشاركين الجاين من 84 دولة ليفكروا في مشكلة هنالصحة وفي مشاكل الامة السياسية وصحة الامة الهكومة هنالبوركينا فاسو أكاداد في واحد تكمنike في التلفزيون بكونوا وغفاد واحد كده تا انجلاب وكان كربوه من الضباة هنالأسكر وآخرين هلا كان هاولو هيدورو هيسو كده تا الهكومنike ده هجفوغ هنالبوركينا فاسو جان إمانويل ويدراوغو الكان طلب من الشعب خلي يكونوا هاديرين في كل الاشاء البتهصل لي برجال هنالنزام ويدورو هي ورطو هالمسائل الكبار خاصة ليشف دي تا ماجور هنالقوات الاسكرية المسلحة والسفير هنالبوركينا فاسو في غانا اشتركوا في القناة